موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جايب لكم مقطع جديد اليوم جايب لكم شرح بلقين بري بيرمس ويلا انتقل للشرح اوكي البلقين فايت يعطيك غروب او مجموعة تكون على اسمك مثلا انا الحين عندي في الاسم غيست يام ديني خلي اونه اوكي خلنا الحين نشوف الاوامر الامر الاول الامر الاول بتكتسوي غروب جديد مثلا تبي تكتب اي اسم غروب تكتب بعد اسم غروب تكتب مثلا في اي بي اوكي اوكي سوينا غروب هذا الامر الاول ننتقل الامر البعده اوكي هذا الامر slash def غروب فايت ان يخلي الغروب difficulty يعني اول ما يخش لاعب جديد يعطيه هذا غروب يعني يصير عند اسمه هذا غروب تكتب def غروب اسم غروب مثلا في اي بي اول ما يخش واحد يعطيه وكي vip وكي vip انتقل الامر اللي بعده هذا الامر يخليك تشوف الصلاحيات اللي حق البلوغين الموجود مثلا بحق هذا البلوغين اللي قاعده شرح عنا اشوف شنو الصلاحيات اللي موجودة نكتب slash bear bear arms كذا bear arms اوكي راح يروينا الصلاحيات كلها الموجودة بس لازم من الconcert راح يطلعون كلهم وانتقل الامر اللي بعده اوكي هذا الامر يرويك القروبات كلها مثلا الحين بكتبه يرويك القروبات الموجودة يرويك guest admin owner ob vip يعني اذا مضيع شي كذا اكتب slash group ويطلع لك اوكي هذا الامر grp info يعطيك معلمات عن القروب مثلا نكتب هذا الامر ونكتب vip يعطينا معلمات عن vip يقولك vip ما له اختصار يعني else هذي اختصار difficulty يقولك yes يعني عنده difficulty وننتقل الامر اللي بعده اوكي هذا الامر list g berms يعني يعطيك البرمشنات او الصلاحيات اللي في القروب مثلا نقول owner لان ال vip ما حطينا على الصلاحيات قصدي admin 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 نشوف الصلاحتي يقولك هذي الصلاحيات اللي عند ال admin اللي تشوفها شرطة بعد المسافة بعد شرطة هذي ممنوعة على ال admin يسويها نلتقل الامر اللي بعده اوكي slash pp reload هذي فايدة ان يكتلك reload حق البلوغين مثلا انت من الconfig عدلت شي تجي تكتب slash pp reload وتوصلها ونلتقل الامر اللي بعده اوكي هذا الامر slash rm group هذا الامر يحذف ال group مثلا قلنا بنحذف group guest اوكي وين حذف نجرب نشوف نكتب slash group زي ما تشوفهم موجود guest اللي موجوده اوكي وننتقل الامر اللي بعده اوكي هذا الامر set g berms اوكي يعطي صلاحيه ال group مثلا نكتب set g berms vip نعطي الصلاحية هذي vip1b الصلاحيات هي زي ما قلت لكم صلاحيات من البلوغين نفس يعني فيه بلوغين عنده صلاحيات معينة move.vip هذا الصلاحية حق البلوغين الحقي اللي قبل vip1b وتعطيها اياه وبس نتقل الامر اللي بعده اوكي هذا الامر set g berms هذا يعطي اللاعب صلاحيه مثلا group اللي قبل شرحناه يعطيه صلاحيه مثلا اي باكس مثلا نقول ما عندي يوب اه نكتب bucket mine كذا bucket mine اوكي bucket mine command command نكتب نقل مثلا game mode game mode اوكي اوكي انا رحين اعطيت نفسي الصلاحيه يدي نجرب نسوي t up اوكي زي ما تشوفون ضبط وانا money up اوكي ننتقل الامر اللي بعده اوكي هدا الامر يون set g berms تحذف الصلاحية من الجروب مثلا vip أعطينا صلاحية منه شوي اللي هي vip نقطة اللي هو مو vip نقطة vip1b نقطة move نقطة vip هذه الصلاحية اللي أعطيناها منه شوي فإذا سونا زي كده راح تنحذف من عنده وننتقل للأمر اللي بعده أوكي هذا الأمر يون set up إذا مسلح لك الصلاحية حق اللاعب مثلا عطيت منه شوي game mode حقي حين نكتب سار set up نكتب سار ibox 4x وبعده نحط مسافة نكتب pocket mine نقطة command هذه حق أوامر أوامر الشسمة أوامر pocket اما إذا ما من البلوغنات شي ثاني تكتب يعني من عنده أوكي نحط نقطة بعدين نكتب game mode بعدين نرسله أوكي الحين سوي دي أوب حق نفسنا حين زي ما تشوفون أنا game mode zero نسوي شاش game mode one ما بيضبط لأنه ما عندي permission أوكي أقدر إن المكتب قصير أو إن شاء الله يكون خمس دقائق أو كذا ست دقائق المكاطر اللي قبل كلها طويلة بس البلوغن المساعد و البلوغن هذا راح يكون في الديسكروبشن البلوغن المساعد راح نشرح على المكتب الجاي إن شاء الله وبس إحنا وصلنا هذه المكتب لا تنسى اللايك سبسكرايب والكومنت كان معك ماي باكس مع السلامة